السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة ابداع مصري النهاردة هنتكلم على استرجاع المحادثات والرسائل والسور المحزوفة عن طريق تطبيق ايمو تطبيق التواصل الاجتماعي اللي اغلابيتنا عارفينه التطبيق ده كان حد سألني وقال لنا عاوز اعرف ازاي استرجاع المحادثات بتاعته بعد ما شرحنا استرجاع المحادثات بتاعت الواتساب وبتاعت الفيسبوك طلب مني احد المتابعين ان انا اشرح ازاي نقدر نسترجاع المحادثات التاعة الايمو ففي الفيديو ده هنشرح ازاي نقدر نسترجاع المحادثات المحزوفة عن طريق تطبيق ايمو الصور المحادثات والفيديوهات واي حاجة تابع معايا الشرح وقبل ما نبدأ في الشرح تضغط لايك وتشترك في القناة والتابعني لانك هتستفاد من القناة دي في كل مفيد وجديد ان شاء الله ولو عايش شرح لاي تطبيق او اي حاجة انت محتاجها تخص لاندرويد اه التطبيقات اكتب لنا في التعليقات وان شاء الله نحاول نشرحها ليكم ويلا عشان ما طويلش عليكم نبدأ الطريقة هنفتح تطبيق ايمو بعد كده هتغط على الاعلامة اللي فوق دي علامة ملفك الشخصي الصورة اللي فوق وهضغط بعدها تابع معايا الشرح وركز جدا في الخطوات عشان تطلع معاك الطريقة صح بدون اي مشاكل هضغط على كلمة اعدادات وهنزل على كلمة امن الحساب الموجودة في الاسفل دي هضغط عليها بالشكل ده هتظهر معايا عدة خنات اللي يهمني في الخنات دي ان انا نختار منهم طلب معلومات الحساب بالشكل ده هيظهر معايا الملف او الفولدر الموجود عليه المكتوب عليه ايميا داتا زيت اي بي هضغط على الاعلامة الصافية دي الزرقه بالشكل ده هيقول لي قيد المعالجة سيكون جاهز خلال الفترة اللي هو بيحددها ليك ده بعد كده هتروح على ملف الدونلود تابع معايا الشرح عشان هوريك الملف هينزل فين وازاي تقدر تفتحه ولو ما دوستش لايك دوست لايك لانك هتستفاد من الفيديو ده وغيره في اللي جاي ان شاء الله كتير هنا بيقول لي انه الملف هكون جاهز بعد 24 ساعة بعد يوم يعني هروح بعد يوم كامل هروح للملف على الفولدرار بدير الملفات بتاعي وهفتح ملف الداونلود روح الملف دي ما احنا شايفين هخش على وحدة التخزين الداخلية ده بعد ما ينزل الملف بعد بيوم يعني هروح على ملف الداونلود هفتحه هلاقيه موجود معايا في الملفات اللي تم تحميلها بالاسم اللي هو ابتاعه ايمو داتا ده هفتح مجرد دخول عليها هلاقيه في جواه كل المحادثات القديمة اللي اتمسحته كل الصور وكل اي حاجة تمت بينه بين الاشخاص مش موجودة او اتمسحت هلاقيها موجودة ولو استفدتم الفيديو ده تستطيع اشترك في القناة وتكتب لنا تعليق باي حاجة انت محتاج تعرفها او تشرحها ولو قابلتك مشاكل اكتب لنا برضو ان شاء الله عن رد على كل التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله